اهلا 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 انا ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب ان شاء الله تظلوا بخير وصحة على طول اهه متل ما شايفين متل ما شفتو بالفيديو الماضي اهه تسوقنا وضبينا تسوق وعملنا حلو خلونا نكفي مع بعض الظهر هلا قاعدين عام ننفلتر البركة حاطينا متل ما شايفين امنا الجسر نور ايجا بديو ايرممو وبدنا ندهنو فهلا راح ننرممو ونندهنو ونرجعو لمكانا واحنا هون حاطينا الفلتر لكي تفلتر البركة وتتغير ميته وتصفه ميته لن نقل السمك الى هنا دعونا نبدأ أولا نرى ما يريده بالجسر مثل ما نرى نور شال الجسر ويقعد ترميمه لأنه يهبط لأنه صناعته سيئة ولكن ما نرى؟ دعامات وصل مع بعضها وصلون هدول الدعامات وسبت هون دعامة كبيرة دعامة كبيرة دعامة الوحدة وده يده هنا بعد اشتغال لا أعرف دعامة الوحدة دعامة الوحدة بعض الوحدة انطيع الوحدة لا تنزل لا تنزل نعمه . . . . حارة اهلاً هلاً بديل حرق جيداً ان يظهر لدعا ترقب لديه جماعة ألم أعرف اسم متفاق بما بدأ الضغط لأنه في هوا؟ نعم بالتأكيد يعمل لانه الجرة فضي ايه ما فيه واحدة البوتاني نتركز عن مكان مكان نفض جرة غيرها لانه هي مقاوية بس لازم تفضل لحتى التقيمة اه هلأ كان نور مانو عرفان العيار تبعيته هلأ بلاش يحترق معه نفضل هذه الهواء هل có فيه هوا؟ ها هو الماعمد ساعدنا ماعمد شترامي ها لماذا هكذا؟ انا اريد ان ندهنه هذا ما اتبعنا عليكم الان يصبح لونه بالنغامة هذه هي طبقة الحماية مكتوب عليه كما انكم شايفين حماية الخشب يحمي من الرطوبة ومن عوامل القطاس يجب ان اضعه جهتين اغمق اغمق ونظرنا اول وجه هذا اللون يظلونه بني لانه لا نشاهد يظلونه مثل هذا اللون لكننا لا نظلم لا هذا اللون لانه نعمل طبقة بنية بكرة لانه نوره لانه نوره لانه نوره احتمال الاسبوع الجاية لانهي الدهان البني الطبقة الأخيرة البنية من الجسر وهلا هون متل ما انكم شايفين عم نعمل فكرة شايفينها هاي الفكرة هدول العواميد الفكرة العواميد كمانه بدينا نبلش فيهم ان شاء الله الاسبوع الجاية يعني الاسبوع الجاية مندهن الجسر بقيت الجسر ومنكفي هاي الفكرة رح نفرجيكم اياها ان شاء الله بالاسبوع الجاية بس هل نقول الله أعلم يعني على تيسير رب العالمين هون هيك تركنا على حتى ينشاف لانه نور و الشباب و عمر بدوا يروحوا على المسبح وهون ما رح احطوه هلا فوق البركين مثل ما نكون شايفين هون نحن عم نفلتر المي من الخلي تقريبا شي اربع ساعات تفلتر من حطينا مضخة بقلب البركة تجي بتطلع المي لهوني وبتنزله لهوني الشوائب كل هاته بتلتم بالفلتر يعني بده تقريبا شي اربع ساعات لحتى تتصفى المي وتصير خالية من الشوائب وهيك بس نقيم هادالو البراميل منرجع الجسر او بخلي غير مكانه لحتى ندهنو الوجه التاني اللون البني هلأ خلونا نروح نكفي روتينا وهلأ متل ما نكون شايفين دخلت على المطبخ وهنا كلاتهم راحوا على المسبح كلهم جاد وولاد اختي وابو عمر وعمر وكلهم راحوا مع بعضهم وقلت هلأ ازا ايجوا من المسبح اكيد راح يكونوا جوعا انو كنا متفقين اني اعملون اليوم ماكرونا بالبشاميل حطيت طنجرة الموية على النار لحتى تغليل حتى حطت الماكرونا وحطيت لحمة بالطواية وبلشت هون متل ما نكون شايفين افرم البصل حطيته فوق اللحمة وهلأ بحطيت له كماني سنتين صغار من التوم وبلشت تحركن انا بعرف شعر الواحد يكونوا عم يسبح بعد ما يسبح يطلع من المسبح ويجوع فقلت خلازم يكون الاكل جاهز على جايتهم تماما هلما حطيت له رشة فلفل رشة ملح رشة توم بودرة وحطيت له كماني هيكة حبة صغيرة حبة صغيرة من السبع بهارات وحطيت كماني هلأ الريحان ريحان يابس او الحبق اليابس وحركتون وهلأ عندي هوني حبتين من البنادورة كماني رح افرمون وحطون فوقون بحط بنادورة خضرة وبحط كماني بنادورة دبس البنادورة واذا بتكون تحطو فلي فلي خضار اي نوع خضار مثلا دراء معلبة فضر في كون تحطو اي شي بتحبو اليوم بدي اعمل الماكرونة بالبشاميل باللحم بالعادة بالدجاج بس اليوم حبيت غير شكل عن العادة وهلأ هوني بلشت حط دبس البنادورة وكماني رح حطله موي مشان تتسبك معانا وتطلع معانا مرقتها حطيت كاسة ونص من الموي وهيك خالصة معانا اللحمة عندي هوني هاي الجبنة من جبنة من الليدل كتير طيبة جبنة الاشقوان اكتر جبنة بتشبهج جبنة الاشقوان السورية تجي هيك مستطيلة وطعمتها كتير طيبة وزنة تقريبا شي 750 جرام هيك شي هلأ هوني حطيت الطنجرة مشان اعملي البشاميل حطيت مقدار ثلاث معالي اكبار من الزبدة استنيتهم اللي حتى يدوبوا بعدين بعد ما غليت الموي تبعيت الماكرونة حطيت ملح فقط بدون زيت الزيت بيمنع انطصاص مجرد ما غليت الموي حطيت الملح وحطيت الماكرونة وهلأ هوني بعد ما دعبت معانا الزبدة كمان رح نضيف الطحين حطيت 6 معالي طحين وخليتوا اللي حتى يتحمروا شوية ويتأمروا شوية بالزبدة لانه ازا حطينا الحليب اول باول بتطلع طعمة البشاميل الطحين ما بتطلع طعمته هيك محمص يعني فحطيت لتر ونص من الحليب وحطيت علبتين من الكريمة وبلشت حرقون ورشت ملح ورشت فلفل اسود ورشت بهارات الماجي هي مو ماركة الماجي لا هي ماركة تانية ماركة الكوفلند بس يعني انه نحن هيك منقلة لكل انواع مرقة الدجاج منقلون ماجي وضليت عم حرقون لحتى صارت معانا كسيفة بردت الماكرونة وبلشت حط اول طبقة من الماكرونة بالصينية وبعدين حطيت له شوية صوص البشاميل ما سمكت البشاميل كتير مشان لانه منحطه بالفرن مشان ما ينشف معانا على الاخير مشان ما اطلع صينيتي الماكرونة ناشفين فمنخليها شوية مريئة وبعدين حطيت طبقة اللحمة مثل ما نكون شايفين وبوزعها على كل الصينية ريحتها بتشهي وبعدين كما عني طبقة تانية من الماكرونة كمانا منوزعه وبعدين منحط طبقة البشاميل على اخر الشي من الماكرونة وبعدين رشت جبنه وبعدين منحطها بالفرن انا حطيتها على درجة حرارة 150 اللي تخليها تستوي على مهلة وهيك صارت جاهزة معانا وهلا رشت الجبنة على الوجه فيكن تستخدموا اي جبنة متوفرة عنكن واحيانا انا اذا ما متوفرة عندي جبنة بخليها على الصوص البشاميل كمان تطلعها كتير طيبة يعني بدون جبنة وهلا هوني رح اعمل لون افوغادو بالخضار مثل المتبر يعني عندي الحبات الافوغادو الثلاثة لتحبات وبلشت قيمهم من السمرة تبعيدهم وهلا بنحط لون عصرة ليمونة اول باول مشان ما يغمق لونة معانا ويصير لونة بني فالليمونة بتخليها محافظة على لونة يعني الاخضر حطت ليمون ورشت ملح وجبت شوكة وبلشت اهرسون بالشوكة شفوه الخيار حبي لكم هذا الروتين نفس اليوم اللي صورت لكم في الروتين لتبعية الفيديو السابق نفس اليوم يوم السابق هاد الاخيار اللي عملنا بالفيديو السابق فكان الروتين الصباحي هاد هو الروتين ما بعض الظهر هلأ هوني فرمت بصلي يابسة وفرمت باندورة وكمانا اطفت من الحديقة البقدونيس هيكي حفنة صغيرة وحطيتها فوقن ونحركن طبعا لابد ولا غينة عن الفلفل الاسود اللي هو الحب الاسود طعمته بتجنن بكل الاكلات هي بحس الفلفل الاسود هو اللي بيحرك النكهات بصراحة فانا بحطه مع كل شي وهلأ رح نعمله هيكي نحطه بالصحن واخر الشي وقت التقديم بنحط له الزينة عندي هوني رمانة دولي من التسوق اللي جابهم ابو عمر بتتذكروا كنت حطهم بالبراد ان شاء الله بموسم الرمان بدنا نفرزنه طبعا نفرزنه معاكن ان شاء الله بالفيديوهات وهوني جبت بصل اخضر كماني حطيته حوله كماني كتير البصل الاخضر طيب معه وكماني جيت بدي اعمل لهم جنب البشميل كماني صحن السلطة تقليدي صحن السلطة نحن لازم يكون جنب البشميل كماني كتير بيحبه يعني ازا كان اكلة اكلة بنادورا يعني انه مثلا اكلة مرأب بنادورا ما بعمل السلطة اما الاكلات البشميل والاكلات التانية مثل البطاطا بالفرن للشغلات هيا السلطة لازم دائما تكون موجودة وهيك بيكون خلصنا معاش الخسة يعني الخسة تازة عم تقرش أرش والله على فكرة لزيت السلطة انه تكون الخضرة تازة تبايتها مجرد ما كانت الخضرة تازة خلاص السلطة بتطلع بتقرش أرش بتطلع طيبة بكل معنى الكلمة حطيت له التتبيلة تبايتها نعناع وشوي توم بودرة وملح وفلفل اسود ايه فلفل اسود انا بحط له السلطة كمان وليمونة وزيت الزيتون وحركتها ولا هوني عندي هذا التوست الدائري المالح ما بعرف شو بيقولوله حطيته مع الافوغادو كتير طيب بينقرشو معاهم وهيك بيصير صحن مقبلات وطبعا مع رشة زيت الزيتون وهيك صار الغداء جاهز كانوا راجعين من المسبح جوعانين بكل معنى الكلمة والله يكانوا كتير كتير جوعانين لهيك انا حاولت انه يكون انتهاء الغداء مع جايتون من المسبح ولانه كان الطقس السحلو والدنيا عصريات كمان طلعنا تغدينا بره بالحديقة ومضينا وقت بينهار السبت كتير كتير حلو الحمد لله رب العالمين وقت هيك تكون جمعت العيلة والله غير الشكل غير الشكل انا فكان محمود واسامة نارة كانت عند رفقتها بهذا اليوم عم يشتروا رفقتها مشتري قطة ورقوا اخدت نارة مشان تشتري لها مستلزماتها للقطة فنارة ما كانت كمان موجودة معنا على الغداء شوفوا الماكرونة ما شاء الله طلعت طعم ترهيبة وما نناشفة أبدا أبدا أهم الشي إنه ما تكون عندي البشاميل ناشفة ماذا ما كانت ناشفة أنا ما بحبها بصراحة وهيك بعد الغداء كمان ظبطنا القاعدة بره غيرنا قاعدتنا مدينا على الأرض ورقلت لفرجيكن نتيجة البسبوسة بالأشطة فهي بعد ما كنت مبردت تقريبا شي ست ساعات شفتوا نحن عملناها عند الصبح وفكيت عنا عند العصريات فكانت يعني إنه ماسكة تماما فهوني عم قطع شوفوا كنت عاملة شاي كماني عشان هيك يدفعوا حالهم بعد الإسباحة منظرة بشيء وطلعت طعم ترهيبة طلعت طعم ترهيبة بكل معنى الكلمة هاي هي الطبقات شوفوا الطبقات كيف هيك ماسكة حالة ومستوية من تحت بسفلة مستوية سفلة ومستوية من فوق وغير الشكل والله يجربوه رح تحبوه كتير ويقطيه بكاسة شاي كماني كان الجو مبرد يعني فالشاي بيكون كتير كتير طيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله عن نعم الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال الحمد لله عن لمة شوفوا هاي زودولا الحليب المكسف المحلى لأنه هي عن جد طلعت مانا كتير حلوة فالحلاوة إنه إن كنت زودولا يا قطر يا حليب مكسف محلى على الوجه وهيك بيكون خلص نهارنا الدنيا غيمت عرف وان عدتا ميت دخلت على المطبخ بعد ما هيك قعدنا وانبسطنا وكماني كان فيه جليات تبعوت الغداء وجليات التحلية وكاسات الشاي إلت لأنهيهم فكان اليوم كتير 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 طويل متل ما نكون شايفين عند الصبح وقتا رحنا تسوقنا وطبقنا التسوق وكنت بنطف البيت على الأخير كماني وأنا عم بعد ما حطيت صينية البشاميل بالفرن كمان عملت لي مسحة للبيت بهذا اليوم حتى ما يكون عندي شغل لتاني نهار وكان يعني إنه نهار طويل جدا وعملنا شفته مخلل مخلل الإخيار وعملنا التحلية والغداء والقصص هيا والحمد لله رب العالمين على اللمة والجمعة والحمد لله على الشغل وقت بيكون عنا الشغل معناته نحن عائلتنا موجودة حركات الولاد موجودة يعني إنه بيكون إنه العائلة موجودة الحمد لله رب العالمين فالواحد وقت بيشوف شغله كتير يحمد ربه معناته إنه رب العالمين هيك مبارك له بحياته مبارك له بعيلته بمحبينه بيجوا بيروحوا لعندهم هاي نعمة من عند رب العالمين الحمد لله والشكر لله رب العالمين فقلت بقى ندخل آخر الشي آخر الشي بتكون دخلتي على المطبخ بخلص المطبخ بعمل له ألفطة وبقل لهم يا ويلون يا سواد ليل إذا رح تنمت في عند الصبح بلاقي كاسات بلاقي شغلات حركشات إنه يضل هيك كتير لا غير أيام المدارس لأنه وصارين عم يناموا على وقت فلا فيه وبلائي المطبخ متل ما هو أما نهار السبت وبعطلة نهاية الأسبوع لا بيكونوا سهرانين كل ياتهم بيسهروا كتير كتير ولادي بعطلة نهاية الأسبوع وخصوص إذا كان ولاد خالتهم عندهم فإذا نمت بيعملوا عمايلون بعد ما أنا كركبة واختراعات بالمطبخ والأصص وهايكي خلصنا الحمد لله آخر صحن صحن أنا المجلة بسميه الصحن الأخير فبغسله بليفه وبلمعه كبنا الليفة القديمة حطينا ليفة جديدة لإستقبال الأسبوع الجديد الله يعينا هالليفة وهلا هيكي لمعنا وصار غير الشكل حطيت الفحمة على النار قلت مشان نبخر المطبخ ونبخر البيت هيكي ريحة نظافة لأن المستكة إذا كنتوا طبخين بتسحب ريحة الطبخ كل ياتا وبتصير الريحة بالبيت غير الشكل بنصحكم كتير كتير إذا مثلا بتكون ريحة البيت تطلع حلوة بعد ما تخلصوا نهاركم تجيبوا المستكة أو لبان الدكر وتبخروا بالبيت ريحة الطبخ ريحة البصر ريحة توم أي روايح طبخ أي روايح ألي هذا البخخور مع المستكة أي نوع بخخور بتستخدمه وحطوله مستكة بيسحب الريحة كل ياتا وبتصير ريحة البيت نظافة وأطافة غير الشكل وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص وروتيني الحمد لله لليوم خلص بيكون الفيديو السابق وهذا الفيديو روتيني يوم كامل والأصار فيني إليكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك يا صبايا شكرا كتير على اللايك والاشتراك حتى يوصلكم إشعار بكل جديد نسلو أول بأول نطروني في فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوكات جديدة ووصفات جديدة بقناة جيلان تشانيل باي باي